تعد القرية التراثية من أبرز الوجهات التي تنقل الزوار إلى ماضي الأجداد من خلال كافة التفاصيل التي تضمها خصوصاً وأن القائمين عليها حريصون على جعل فعاليتها تحاكي الماضي ومن أبرز محتويات القرية المأكلات الشعبية البحرينية التي لا تزال لها نكهة خاصة يستشعرها أهل البحرين وزوارها مأكلات بحرينية تراثية تمتاز بنكهة خاصة تجذب زوار القرية من رائحتها المتميزة والتي تأخذهم إلى زمن الجدات عندما كنا يحضرن هذه الأطعمة في ذلك الوقت وها هي اليوم تتوزع بين أروقة القرية التراثية ليتلذذ بطعمها محبو هذه الأطعمات التراثية الأكل الشعبي والأكل الغديم مبلك اللي يسوي حين وحين عيالنا صاروا يأكلون كلها تشكل ناكت والأشياء السريعة فإحنا لازم يعني ما نخلي الأكل يندثر بالعكس لازم يعني نواصل نحن نسويه ونخلي عيالنا بعد يحبونا والمكان لأنه شعبي ومباني غديمة وأشياء نفس الدكاكين ودكرات غديمة فلازم احنا يعني نجدد هاي الأشياء غديمة نثبت وجودنا علشان يعرفون هذه المحنة ما تلول ونفهمهم ونقول لهم هذه علشان ما تندثر أعمال الأول ونعلمهم نكهات خاصة ذات طعم مميز تقوم عليها نساء بحرينيات حرصنا على المحافظة على المذاق البحريني الأصيل للمأكلات الشعبية بمختلف أنواعها ليقدموا في القرية التراثية كل ما لدى وطاب من هذه الأطعمة ليستمتع بتناولها زوار القرية الأكلات التراثية أكيد وجودها مهم لأنه في مكان تراثي فعشان كذي احنا قاعدين نبينها للناس ويشوفونها والهم اليهال يتضاوقونها ويشوفونها وتذكرونها في مناسباتنا الوطنية لازم نكون مشاركين يعني أنا وخواتي كلنا نرويهم على أساس أنه أكلاتنا الشعبية الحلوة اللي ربينا عليه على أساس لا تندثر هذه المشاركات المتنوعة تتوسع بين أرويقة القرية التراثية ليشعر الزوار وكأنهم يتجولون في فرجان لول ويتذوقوا أطعمة الجيران فكل ما يتم تحضيره على أيدي بحرينية يروي حكاية تحكيها المشاركات للأجيال الحالية ليتعرفوا على عمق التراث البحريني والذي جسدته الأطعمة التراثية تعتبر الأكلات الشعبية جزء أصيل من أركان القرية التراثية كونه ينقل الحضور إلى أجواء ذلك الزمن بما يضمه من نكهات تراثية بامتياز يستمتع بتذوقها زوار القرية خولة لغرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين